قال جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان سجل ارتفاعا يبلغ 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 64.6% وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأن الصادرات المصرية سجلت 202.1 مليون دولار في عام 2022 مقابل 263.3 مليون دولار في عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.7% بينما بلغت قيمة الوردات المصرية من عمان 869.3 مليون دولار مقابل 487.5 مليون دولار خلال عامي المقارنة بنسبة ارتفاع قدرها 78.3% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر